ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من قصف مكسف لقطاع غزة هو الأعنف على مدار الواحد وعشرين يوم اللي فاتوا والحديث عن اكتياح بر يبدأ بالفعل في تعتيم ويعني قطع كل وسائل الاتصال بغزة لعزلها عن العالم حيانه هذه الجرائم البشعة اللي بيرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي لابد أن تكون هناك آلية دولية لوقف هذا العدوان الغاشم على أهلنا في غزة مستمرين مع حضراتكم في تخطيطنا النهاردة ودلوقتي معنا في السوديو دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات مساء الخير على حضرتك يا دكتور في البداية مسألة تعدد جبهات الصراع ووصول الصراع العرب الاسرائيلي الى اللحظات ربما تكون الأخطر في هذا الصراع قراءة حضرتك للمشهد الآن أهلا بك أستاذ هدير وأهلا بكل مشاهدي القناة الأولى يعني في الواقع احنا شفنا في السنين اللي فاتت يعني موجات كثيرة من موجهات دموية كثيرة وشفنا جوالات كثيرة من الصراع ربما هذه الجولة هي الأكثر دموي هي الأكثر عنفاً هي الأكثر تأثيراً هي الأكثر خطورة سواء فيما تعلق بها تدعياتها على القضية الفلسطينية أو الإقليمية